مجلس النواب مجلس النواب من فصلة تشريع الريابة وهو مشروع قانون الإفلاس بين القيمة المضافة والقيمة المنطقة هناك ملفات كثيرة راح نحن نحاول بقدر الأمكان أن ننجزها في دور العقادة الرابع في حين سيطرح قانون البلديات من جديد على طاولة لجنة المرافق العامة والبيئة ليتم تجديده ليتناسب مع الفترة الرهنة غانون البلديات غانون جدا مهم منذ تأسيس ومنذ اغرار غانون البلديات في 2002 أو 2001 الغانون لن يتغير نحن هنا في البحرين هذه طبعا اللي يحرص على جرات الملك وتدامي الحكومة المقارة أن القوانين لازم تتطور مع تقدم الزمان أبل ملف الأمني فهو سيتصدر ملفات التي سوف تفتحها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أشكر جلالة الملك على افتتاح عقادة الدور الرابع افتاح مجلس الشورى والنواب والله لدينا مواضيع كثيرة الآن مدرجة على جدوى الأعمال فبتكون يعني صميم عملنا هو بالدرجة الأولى ما يحمي البحرين وما يهم المواطن البحريني بالدرجة الأولى لجنة الخدمات في انتظار قانون الضمان الصحي في حين اللجنة التشجيعية والقانونية ستطرح قانون الأوسمة لجنة الخدمات بيكون عليها هذا الدوع ابن الثقيل في عدنا مشروع الضمان الصحي وعدنا كذلك قانون الإعلام المرور المسموع وأيضا قانون الصحة العامة هذه من المشاريع التي ستأخذ الأولوية لجنة الخدمات أهم الملفات الموجودة عندنا هو مرسوم وهو من المراسيم المهمة أيضا بشأن الأوسمة وأيضا مشروع قانون حول التصديق على اتفاقية بين البحرين وتركيا في القضايا المدنية وغيرها هذا المرسوم والمشروع هو من أهم القضايا التي سيبت فيها إن شاء الله الأسبوع القادم مجلس النواب عاد وفي انتظاره ملفات حيوية ليدخل في سباق مع الزمن حتى يستطيع أن يمرر هذه القوانين قبل انتهاء هذا الدور ملفات مهمة مهمة يحملها مجلس النواب على عاتقي في هذا الدور يعاول كثيرا على التعاون بين السلطة التنفيذية والتشرعية لتمريرها من أجل مصلحة المواطن التي يعتبرها في قمة أولوياته سوير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر